موسيقى بسم الآب والابن الرعي الكدس الإله الواحد أمين الأحد الأول من شهر مصر الببارك وكنيسة بتقرالنا مسأل الكرم والكرمين وربنا يسوع المسيح قال هذا المثل علشان يعطي للإنسان أهمية أنه الثمار التي يطلبها منك الله هي ملكه أنه إدانا مثل يقول غرس كرم من وسلمه إلى كرمين وصافر زمانا وفي الأوان أرسل إلى الكرمين علشان يدولوا من ثمار الكرم وهنا الكرمين الأردياء ابتدوا يفهموا أنه طالما أنه صاحب الكرم مش موجود معاهم بالعيان ابتدوا يتخيلوا أنه ممكن يعملوا اللي هم عايزينه وبالتالي ابتدوا يضربوا الذين أرسلهم وحتى ابنه الوارث ومعه هنا ابتدوا يموتوا المثل ده المسيح قاله علشان يفهمنا أنه كل إنسان مننا في يوم من الأيام لابد أن يعطي حساب وكالته لابد أن يعطي صمر الكرب ربنا بيدي لك مواهب وربنا بيديك عطايا وربنا بيدينا كل ما نحتاج إليه أعطانا كل ما هو للحياة والطقوة يعني كل حاجة دهالنا أعطانا روح الكدوس يسكن فينا وأعطانا كتاب المقدس عشان يفهمنا وأعطانا حياة وأعطانا كنيسة وأعطانا أعطانا أعطانا حاجات كتير قوي طيب ما هو الثمر الذي تقدمه إلا أنه بنقوله يا رب هي حياتنا كلها ملك إيديك ربنا مش عايز منك ده بس ربنا عايز يحس بمحبتك ربنا عايزك إنك تعبر عن اشتياقك ليه ربنا عايز إنك أنت تقرب له عشان كده الثمر الحقيقي اللي نقدمه لله هو أنفسنا أنفسنا كل ما لنا عشان كده عبر كتير من الكدسين عن هذا التعبير إنه يجي الرسل يتركه كل شيء من أجل المسيح ويمشوا معاه وبعدين ربنا يسألهم لما أنتوا تركتوا كل شيء هل أعوازكم شيء أبدا عمره ما هيخليك تعوز حاجة ربنا عمره ما هيبخل عليك بحاجة بس أنت كمان قدي صمر صمر محبة صمر حياة صمر فرحة صمر اشتياق لربنا صمر انبهار بعمله صمر تمجيد لإسمه الكدوس صمر خدمة وبالتالي تبص تلاقي حياتك مليانة صمر روحي وعشان إحنا نقدم حياتنا بنقوله هي كلها لك لأنه من يدك وأعطيناك ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين اشتركوا في القناة